الحكومة الأوكرانية تحقق بالانفجارات الأربعة التي وقعت في مدينة دانيبرو بوتروسك جنوب شرقي العاصمة كييف وأسفرت عن جرح 29 شخصاً وقد وصفتها بالعمل الإرهابي الرئيس الأوكراني يقول سنؤمن أفضل المحققين لمعالجة القضية سيتم تأسيس وحدة استقصاء لتعمل بجانب خدمات الأمن في المدينة وأقصام وزارة الشؤون الداخلية روسيا عرضت على أوكرانيا تقديم مساعدة في التحقيق أما بولندا فوصفت الانفجارات بالاستثنائية الانفجارات تأتي فيما تستعد كييف لاستضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في حزيران المقبل ما يضاعف الضغوط على الحكومة التي تواجه انتقاضات غربية حدة بسبب سجنها لرئيسة الوزراء السابقة لوليا تيموشينكو لاتهامها بقضايا فساد ترجمة نانسي قنقر